وأن يكون هو عريس الليلة ويتأهل لدور المحترفين ويكون هو البطل ملعوبة الركنية تبعث عرصيه موجودة جول منذ البداية لا ينتظر الكثير من الوقت ذات راس لإحراز أول الأهداف هدف ولا أروع بالرأس كان هنا يفتتح التسجيل نادي ذات راس ويطمئن الجماهير والمدرب هدف ولا أروع منذ البداية شاهدنا الضغط من نادي ذات راس شاهدنا الكرات الخطيرة وبالنهاية هنا يفتتح التسجيل بهدف جميل ورائع ويتقدم بالنتيجة بهدف مقابل لشيء سلامات هناك أحد اللاعبين تعرض الإصابة سلامات للعب المصاب هدف جميل هدف مهم جدا مهم التوقيت أيضا في العشر الدقائق الأولى يعطي الإطمئنان لللاعبين والمدرب المدرب هشام عبد المنعم كان واضح توجيهات المدرب هشام منذ البداية الضغط المتواصل وشاهدنا العديد من الفرص كانت لنادي ذات راس وتعود الكرة ركنية على التنفيذ عمر عبد الرزاق ملعوب الكرة من عمر تبعث راسية موجودة تكلمنا عن وليد وتكلمنا عن روعة وليد وعن هذا اللاعب المثير كيف تتركون وليد الدرايسي وحيدا في منطقة الجزاء يحرز هدف التعادل لمصلحة الجليل ما هذه المباراة يا لجمالها ويا لروعتها الجليل يعادل النتيجة عن طريق المهاجم الخطير وليد الدرايسي وأيضا بالرأس يضعها على يمين الحارس أنس الخلائلي أنس الخلائلي لا ينام يعني على هذا الهدف تصدى لكرة خطيرة كانت قبل هذا الهدف ولكن في النهاية وليد الدرايسي الدرايسي اللاعب القناص الذي يعلم جيدا طريق المرمى ويحرز هدف التعادل لمصلحة الجليل هدف لهدف نتكلم عن ربع ساعة الأولى ما هذا اللقاع وما هذه الأجواء الرائعة هنا في مدينة الرمسة خطأ يعود لمصلحة الجليل ما زالت نتائج المباريات الثانية تعادلين الفرق لم يتم إحراز أي هدف سنذكركم أولا بأول بالنتائج بإذن الله